أما أسواق الذهب فقد شهدت ارتفاعا كبيرا مع اتجاه المستثمرين للملاذات الآمنة بعد إعلان فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية وانعكست على أسعار المعدن الأصفر محليا حيث ارتفع سعر الإغرام الواحد دينارا ونصف دينار وبلغ سعر عيار واحد وعشرين الأكثر طلبا ستة وعشرين دينارا وخمسة وسبعين قرشا للإغرام الواحد تفاصيل أوفا في هذا التقرير تذبذبت أسعار الذهب في الأسواق العالمية مع بدء ظهور مؤشرات على فوز أحد المرشحين للرئاسة الأمريكية قبل أيام من بدء العملية الانتخابية ومع فوز دونالد ترامب تغيرت تجاه الأسعار صعد الذهب في الجلسة الأولى يعني خلال عملية الاختراع إلى 3.5% وسجل أرقام عند 1325 في حين كانت بداية الحملة 1368 دولار للأنصة ورغم التغير المتسارع في أسعار الذهب على إثر نتائج الانتخابات الأمريكية إلا أن التوقعات تشير إلى ارتفاع الأسعار وحجم الطلب على المعدن الأصفار في الأسابيع المقبلة إحنا ممكن نشهد بالأسابيع والأشهر القادمة مزيد من ارتفاع الذهب إلا إذا تدخل البنك الفدرالي الأمريكي ووضع فوائد إضافية على الدولار في حينها ممكن يكون في قول آخر بالنسبة لأسعار الذهب الذهب حقيقة يعني إحنا منتوقع أنه خلال من هون لنهاية العام يكون في طلب متزايد على الذهب لا سيما بالفيزيكال هناك في مضاربين دخلت على الأسواق يوم أمس واشترت كميات كبيرة من الذهب المعادن النفيسة الأخرى شهدت ارتفاعا في أسعارها مقتفية آثار الذهب شهدت أسعار الفضة يوم أمس انخفاض واضح في بداية الحمل الانتخابي وشهدت نفس الشيء ارتفاع بنفس النسب اللي ارتفعت فيها الذهب ارتفعت الفضة والمعادن الثانية مثل البلاتين والبلاديوم وبعض المعادن الأخرى مثل النحاس والحقيقة المعادن الصناعية التي تدخل في الصناعات كانت إلى تأثير كبير ارتفعت في تعاملات بعد فوز ترامب الأسواق ستبقى في حالة ترقب لسياسة ترامب المتوقعة التي تنادي بإغلاق الوضع الداخلي في أمريكا ترجمة نانسي قنقر